بسم الله الرحمن الرحيم تمتاز بلمعة تختلف باختلاف زاوية النظر أو زاوية الإضاءة شاهدوا هنا معي اللمعة تتحرك على سطح الحجر تسمى هذه الأحجار بأحجار عين النمر طبعا إذا لم تكن هذه اللمعة متحركة على سطح الحجر تكون الأحجار جاسبر مختلط الألوان والحقيقة أن أحجار عين النمر هي من أنواع أحجار الجاسبر التي تحوي على معدن الأسبستوس وكذلك على معدن النحاس إضافة إلى السيليكا تتفاوت ألوانها من الأصفر والأصفر الذهبي واللون النحاسي واللون النحاسي المحمر ومنها أيضا ما له اللمعة خضراء مائلة للزرقة أحجار عين النمر تحوي في بنيتها كما قلت لكم على عنصر الأسبستوس ولذلك عند سقلها يجب ارتداء كمامات واقية ونظارات واقية وذلك لحماية الجهاز التنفسي والعينين من دخول ألياف الأسبستوس نحن نعلم أن عنصر الأسبستوس مضر بالصحة ومن الممكن أن يسبب السلطان عافانا وعافاكم الله لذلك يجب الحذر عند سقل مثل هذه الأحجار التي تحوي على ألياف من معدن الأسبستوس هذه الأحجار قام الأولاد بسقلها باستخدام جهاز تيملر حيث توضع هذه الأحجار ضمن الجهاز ويوضع معها أكاسيد من بودرة من أكسيد الألمنيوم أو غيرها من الأكاسيد التي تعمل على سقل أسطح هذه الأحجار وتنعيمها لتصبح لامعة بهذا الشكل الجميل وبكلفة قليلة مثل هذه الأحجار يمكن أن يكون سعر الحجر حوالي دولارين إلى ثلاث دولارات ويمكن أن يصل إلى خمس دولارات طبعا حسب جمال لماعات الحجر وحسب رونق الحجر وحجم الحجر لذلك من يرغب التواصل معي لاقتناء بعض الأحجار يمكنكم التواصل معي على رقمي على الواتس أب 004746221771 لدينا مجموعة مختلفة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة من مختلف الأنواع لذلك إن شاء الله نستطيع أن نؤمن لكم طلبكم من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيم المبارك بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته